اشتركوا في القناة بس مش مشكلة انا وانا بشتريك بالوزنية حسيت ان ده لون مبهج فوسفوري اه ممكن الناس تقول ايه ده ده مش لايق عليها او ده مش سنها الست العدة الاربعين او الخمسة واربعين او الخمسين مايصحش انها تلبس حاجات معينة بس انا شايفة انه انه اه ولا يعني ايه يعني في حاجات معينة لازم بدخلنا مراحل مختلفة من العمر لازم في حاجات معينة تتغير في لبسنا في شكلنا في طريقتنا انا بحس ان الست كل ما تجبر لازم تبقى الاجنت اكتر شيك اكتر ستيليش اكتر ماينفعش تلبس اللبس اللي بيلبسوا التين ايجرز اللي عندهم 16 و 17 سنة لكن في نفس الوقت برضو مافيش حد بيقول لها مثلا ما تلبسش جينز سواء بانطلون او سواء جاكت مافيش حد يقول لأ ما تلبسش احمر مثلا ما تلبسش الوان مبهجة كده مدام لايق عليها مدام اللبس اللي هي بتلبسه متوافق مع المجتمع اللي حواليها والمجتمع فيه المجتمع الصغير وفيه المجتمع الكبير المجتمع الصغير عادة اللي هو الدايرة الويبة قوي قوي من كل شخص بتختلف عن المجتمع الاكبر والعام والاشمل وكل واحد فينا ماشي كأن حواليه دايرة كده بتعكس ثقافته بتعكس مستوى الاجتماعي بتعكس قريبه اصحابه كل الحاجات دي فآه ايوة نحترم سننا نلبس حاجات معينة تتوافق مع المرحلة العمرية اللي احنا فيها لكن في نفس الوقت مافيش قاعدة بتقول ان فيه الوان معينة الست ما تلبسحيش حتى الراجل كمان يعني فيه ناس مثلا لأمصان البينك للرجالة مش وحشة بالعكس انا شايفة انها لما تتوفق مع بني او مع رمادي او مع اسود بتبقى حاجة لطيفة جدا وكل واحد فينا فيه الوان بتليق عليه وفيه الوان ما بتليقش عليه ونعرفها ازاي ان احنا نبصل نفسنا في المراية في الضوء ضوء الشمس الطبيعي ونشوف هل اللون دا يليق علينا ولا ما يليقش علينا ما خلي وشينا شكله ايه ما خلي فيه ناس عندها ورم تون وفيه كل تون اللي هو الالوان الدفية بيبقى كأن فيه حاجة طلع من تحت جلدنا مديها احساس بالدفء وفيه ناس بتبقى كولد دول يليق عليهم الوان ودول يليق عليهم الوان بس مش هو ده اللي انا كنت عايزة يتكلم عنه النهاردة بس انا اول ما فتحت الفيديو اللون زهر بس انا مبسوطة بصراحة انا مبسوطة مش متضايقة خالص خالص من من التيشرت اللي انا لابساه مش متضايقة منه خالص بالعكس حاسة ان هو لون مبهج مفرح كده كأن الواحد في حاجة مبهجة اللي انا كنت عايزة اكلمكم عنه النهاردة حاجتين بصراحة هيا نبتدي بالاولانية وهو السيد طيب الذكر حمو بيكا واشباهه من المغنيين انا بحب الاغاني الشعبية جدا 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 متقال محمد طاها عدوية حسن الاسمر مين تاني ابو الليف يعني فيه اسامي بحب اسمع لها وحاجات بتيجي احيانا في افلام بتبقى ليها طابع شعبي فانا بحب الاغاني الشعبية وكنت فاكرة ان اغاني المهرجانات دي من ضمن الاغاني الشعبية لما ظهرت اغنية بنت الجيران وطبعا حققت مرتبة عالية جدا جدا على الساوند كلاود مش عشان هي اغنية نجحة ولا عشان هي اغنية حلوة لأ عشان احنا احنا بنكلم على مية مليون مصري لما اربع مليون منهم يعني اربع في المية بس يسمعوا الاغنية على الساوند كلاود فهي نسبة وتناسب مش عشان اربع مليون سمعوها على الساوند كلاود ده معناها انها اغنية نجحة ولكن انا اديت لنفسي فرصة ان انا اسمعها وسمعتها لقيتها عادية جدا جدا حتى ما تستحقش اصلا اي ضجع عليها في اغاني تانية احلى منها بكتير قوي وده بقى خلاني ادخل شوية بقى في حكاية اغاني المهرجانات دي وفي صراحة سمعت وقريت كلمات لبعض الاغاني مقززة جدا 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 يعني حاجة يعني حاجة عيب وحرام يعني تخيلوا الاغاني دي لما بتتكلم عن زنا المحارب الاب اللي بيحب بنته او اللي بيفكر في ملابس داخلية بتاعت الستات وبيتكلم عن حاجة معينة حاجات مقززة وبغض النظر بقى عن انت ساكن فين في منطقة شعبية ولا منطقة راقية ولا منطقة جديدة ولا ايه بالزبط في حاجة اسمها عيب وفي حاجة اسمها حرام وما فيش اتنين في مجتمعنا بيختلفوا عن العيب والحرام ممكن نختلف على الست تتغطي شعرها ازاي ولا تغطي ولا ما تغطيش تلبس كت ولا شابونيز ولا نص كم ولا بكم تلبس ازدال ولا تلبس ايه ممكن نختلف ممكن نختلف عن السجاق على السجاير هل هي حلال هل هي حرام هل هي لكن مفيش اتنين بيختلفوا عن ان الزينة وحش انه حرام ان فيه اصول معينة للعلاقات بين الرجالة والستات مفيش اتنين بيختلفوا ان السرقة حرام مفيش اتنين بيختلفوا ان الرشوة حرام حتى على فكرة المرتش حتى اللي بياخد رشو تلاقيه برضو بيتشدق وبيتكلم ان ده حرام بس هيبتدي بقى ايه يحللها لنفسه شوية يحط لنفسه المرتب قليل طب انا هعمل ايه طب مش عارف ايه الكلام ده الحلال وبين والحرام وبين فلما يبقى فيه اغاني دخلت في الحر معنية واحنا بنسمعها واولادنا وبناتنا بيسمعوها دي كارثة انا شفت هذا المدعو حمو بيك وهو بيتكلم انت بتتكلم كده ليه يعني ما تتكلم كلام طبيعي ما تتكلم كلام ناس عادية حتى الناس اللي هي جاية من مناطق شعبية انا برضو يعني ما كنتش جاية من جاردن سيتي ولا من حتة يعني منطق المنطقة اللي انا تربيت فيها منطقة عادية خالص خالص وحتى الناس دلوقتي اللي في التجمع الخامس اللي حتى خدوا في القاهرة الادارية الجديدة او في الرحاب او في الحتة الجديدة دي اوصولهم جايين من مناطق عادية اوصولهم جايين من مناطق عادية في الدرام في الجدعانة في الاخلاق في الصح في الغلط يمكن فيه تجاوزات في الكلام شوية يمكن فيه حاجات بنعرف نعملها وما بنعرفش نعملها لكن فيه حاجة اسمعها اصول فيه حاجة اسمعها عيب فيه حاجة اسمعها صح فيه حاجة اسمعها غلط وفي مجتمع الحارة اللي كان بيعمل حاجة غلط نقول ده فضحته بجلاجل ان الناس كلها مستائة ازاي انت تعمل كده ازاي انت تعملي كده اللي انا سمعته واللي انا قريته من كلمات الاغاني كرسى لما شبابنا يسمعوا ده مع مزيج بقى من الخمور والحشيش زي ما هو قيلها وفيه اكتر من كده كمان وفيه مخدرات كيميا يا ريت هي ترسي على الحشيش بس انا مش بدافع عنه ولكن الحاجات اللي بتيجي من من اصل طبيعي غير اللي بيخش فيها الكيميا طبعا معروف في المجتمعات بتاعتنا يعني ايه كيميا كيميا يعني مخدرات مخلقة مصنعة مواد كيميائية مش جاية من مواد طبيعية ودي بقى بتقضي على الخلايا العصبية بتموتها عشان كده بيموتوا بسرعة علشان كده بيعملوا جرائم بشعة اللي بيدخن حشيش طبعا ده بيعتمد على على الفريكوينسي اللي بياخد به يعني كل قد ايه وبياخد قد ايه في المرة بيعمل اعتمادية على هذا الشيء لكن ما بتمنعوش من العمل ما بتمنعوش من المزاولة مهنته طبعا بتأثر على مستوى وعلى مهارته انا ليه بتكلم عن حاجات دي لان الحاجات دي انا دراستها والحاجات دي كانت بيها زي ما بتشتري السجاير فطبعا كان لازم اقرأ واثقف نفسي على الموضوع ده فدي اه فيها ادمان وفيها اعتمادية لكن ما بتقضيش على الخلايا العصبية غير الهروين غير الترامدول غير المنتجات الكيميائية المخدرات الكيميائية دي بتقضي على المخ واعتقد ان ان الحاجات دي وانتشارها في المناطق العشوائية عندنا انا طبعا بتكلم على مصر انا عارف اني فيه ناس بتسمعني من دول تانية بس مين دي انا بتكلم على مصر انا ما عرفش حال الدول العربية التانية ايه فالدخول في سكة المخدرات الكيميائية ده اللي بيبقى مأساة اللي هي ممكن تقضي على دولة هو ده فعلا اللي ممكن يقضي على دولة اللي يقود اعمدتها اللي سنداها من تحت فالمسألة مش مسألة اغنية هابطة او فن هابط المسألة اكبر من كده بكتير فانا بدعي ربنا لان دي كارسة كارسة بجد ان يبقى فيه نوعية من الاغاني اللي الناس بتسمعها في المناطق الشعبية والمناطق العشوائية اللي بتروج للحاجات الحرام والحاجات الغلط وتلاقي ان بقى فيه مناطق بقت بقر تلاقي كل الحرامية فيها كل الهجامة فيها اللي بيروحوا يفتحوا يكسروا فيلل ويكسروا شقق فيها اللي بيثبتوا الناس على الطريق السريع وياخدوا منه العربية او ياخدوا منه الموتوسايكل بتاعه او كذا او كذا موجودين فيها فبقت يعني مسألة ومنظومة كبيرة اوي اللي خلاني اتكلمت عن الموضوع دو واني لقيت فيه عدد كبير اوي من اصحابي انا بيقولوا نفس الكلام اللي انا كنت بقوله من 3-4 ايام انا بحب الفن الشعبي وبحب الاغاني الشعبية ومش من حق نقابة المهن الموسيقية انها تمنعهم مدام ليهم جمهور والكلام دو لكن لما تعمقت في الموضوع ندمت بصراحة ان انا قلت الكلام ده يعني ما كنتش عارفة الصورة كاملة وده بيحصل في مواقف كتير ان احنا بنبقى شايفين صورة مجتزقة ولقيت فيه ناس بتهاجم هاني شاكر تحب هاني شاكر ما تحبوش شايفو سخيف شايفو ده مواقف شايفو اللي هو مش مشكلة انا هنا بتعامل معاه في منصبه الاداري انه نقيب الموسيقيين فعنده حمل كبير جدا جدا ان هو يحمي ولما بيحمي هو مش بيحمي الصناعة بس اللي هو بيمثلها ده هو بيحمي الدولة كاملة وده فكرني بالحديث النبي عليه الصلاة والسلام ان لو دخلت سفينة ولقيت واحد بيكسر في السفينة وبيقولك دي الحتة بتاعتي انا واقف هنا هكسر هنا هل هتسيبه لا لان هو رغم ان هو بيبوز في الحتة بتاعته بس هذا التخريب هيدخل الميا ويغرق السفينة كلها فطبعا الناس بقى اللي بتسمع هذه النوعية من الفنون مش هم الناس اللي موجودين على الفيسبوك على فكرة مش هم الناس اللي موجودين على تويتر ولا الواتساب ولا الانستجرام ولا السوشيال ميديا السوشيال ميديا للناس اللي اعلى شوية اللي هم الطبقة المتوسطة لكن دول في الطبقة اللي تحتها شوية ومش فقر الناس دي كان ممكن زمان في الحارة كان فيه المهن كان فيه حداد المسلح كان فيه البنة كان فيه النجار كان فيه المكواجي كان فيه الخباز كان فيه المهن اللي احنا ابتدينا نفقدهم شوية شوية عمال المصانع مشرفين المصانع الحددين وابتدى ابتدت هذه النوعية مش بس ان هي تفقد مهنتها اول ما بتدخل في سكة المخدرات بيتحولوا بقى للمسار الإجرام لانه محتاج سلسلة بقى من الفلوس بقى عايز فلوس كتير 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 عشان يعني بيبقى الله أكبر يعني فيه حاجة وحشة قوي قوي جواه يعني وحشة عايز يأكل ويعمل وهو ده اللي بيدفعه انه يبقى بدون رحمة ممكن يقتل ممكن يدبح ممكن يعمل حاجات مش كويسة هل الفن ساهم في نشر الحاجات دي دايما يقولون الفن مرآة المجتمع المراية لو ما فيش حاجة وقفة وصدها لو ما فيش حاجة تعكسها مش هتعكس حاجة فللأسف الفن بيعكس الحالة المتدهورة اللي وصل لها الوضع وانا اعتقد ان اوحش حاجة هي اللي تسببت في بلاوي سودة كتير هي المخدرات زمان في الشارع بتاعنا كان فيه واحد مش هقول اسمه بالكامل بس يعني كان ملقب بزكة انه كان بيمشي زك فطبعا ف يعني انا كنت بخاف منه وكانت الناس بتاع تفعالية تعالك نوصلينة قدام البيت تعالى نظف مش عارف ايه تعالى اخسل للعربية فبابايا حكالي حكايته ان هو كان صناعي مش فاكرة بس ده بتقالي صناعيته ايه بس اعتقد ان هو كان حداد مسلح الناس اللي هي تعرف في المقاولات وفي البناء وفي الحاجات دي يعرفوا المهنة دي الشخص ده بابايا بيقولي ان هو كان شاطر اوي وكان بيجيله شغل كتير اوي وكان متجاوز واحدة جميلة جدا جدا اهو منطقة شعبية تعليمه على قده ولكن مهنته كان شاطر اوي فيها ومهنته كانت عاملاله نجاحات كويسة هذا الشخص دخل في سكة ان هو يتعطى الحشيش لكن لسه بيشتغل لسه مخه ما تلحسش لسه الخلايا العصبية ما تدمرتش والمشكلة في الخلايا العصبية انها الخلايا اللي موجودة في جسمنا الغير متجددة يعني الدم بيجدد نفسه الجلد بيجدد نفسه الكبد والبنكرياس والحاجات دي لو جسمنا صحيح وما بنشربش بلاوي سودة تأثر عليها بتحافظ على صحتها الاجهزة بتاعتنا بتحافظ على صحتها الا الجهاز العصبي الخلايا العصبية الخلايا خلاص ماتت يعني ماتت فكان دخل الاول السكة اللي هي اللي هي واحدة واحدة اللي هي خطوات الشيطان دايما نكلم ولادي خدوا بالكو من خطوات الشيطان خطوة في خطوة في خطوة في خطوة في خطوة بوم واعتفبير فأديك انتوا اكيد متصورين نهاية القصة ان هو دخل كمان في الادمان والادمان لحاجات الوحشة وفقط كل حاجة فقط مهنته بقى انسان مشرد يعني كان ممكن حتى كمان يبقى حاجة اوحش من كده وكان ممكن يعني يعني يكفي ان هو بقى انسان فقير قاعد عمال في الشوارع يدخل من بيت لبيت عشان داي يديله حاجة وداي يديله حاجة وداي يديله حاجة يعني في بقى بيخش بقى في سكك اكبر وفي سكك اوحش والمخدرات دي مش للطبقات الفقيرة بس ده حتى للطبقات الغنية كل واحد فينا مستهدف كل راجل فينا مستهدف كل ست فينا مستهدف كل طفل من اطفالنا مستهدف لانه ممكن يجرب له عشان كده كلموا اولادكم عن الحاجات داي عرفوهم ما تخشوش معاهم في سكة الشتيمة والضرب والكلام دو عرفوهم واحدة واحدة كلموهم بالراحة ولو حصل ان في حد من طرفكم دخل في السكة دي لحقوهم بدري بدري حتى ولو حترسي على ان انتوا تطلعوهم من المدرسة وتخلوهم يدرسوا منازل عشان يبعدوا عن هذا المجتمع الجمات لما كنا في مصر ولادي كانوا بيروحوا جام وجام في منطقة راقية جدا جدا وكل الناس اللي بتيجي فيه والكلام دو ولادي بيقولولي ماما ادي لارز كده وكلمونا وحاولوا يتصاحبوا علينا بس افاشنا منهم فمنعنا اي كلام معاهم فعلموهم وعرفوهم وكلموهم ودوهم امثلة ولو في حاجة يعني حد معروف في الوسط اللي انتوا فيه زي مثلا انا كبرت ان فيه هذا الشخص معروف ان هو كذا وكذا وكذا فبقى فيه مثال واضح على الحال اللي ممكن يقول اليه شخص دخل في السكة دي بتحبوا اغاني المهرجانات روحوا اسمعوا الاغاني كلها روحوا شوفوا الاغاني كلها ما يغركوش الرتم بقى والرأس والهيسة والحاجات دي لان فيه بلاوي سودة جوه هل كل الاغاني بتتكلم على الحب اللي احنا فاكرينه ولد بيحب بنته وبنت بتشاغل ولد من البالكونة وبيبعتوا لبعض جوابات وبيكتبوا لبعض حاجات والكلام ده ويخطفوا بوسة تحت السلم والكلام ده لا اللي بتكلموا على حاجات اوحش بكتير بتكلموا على حاجات افزع بكتير واحنا لو سمعنا الحاجات دي وسهمنا في نشرها وانا يكفي بس ان انا دورت على حاجة واحدة بس منهم لقيت اليوتيوب بعتالي ريكمنديشن اسماعي دي اسماعي دي اسماعي دي اسماعي دي كان فيه خبر بيقول ان ان هاني شاكر هيحاول يخاطب اليوتيوب انها تمنع الاغاني دي وفيه ناس التريع ايت عليه وقالت له عم انت فاكر نفسك ايه هو اليوتيوب دي حقيقة دي شركة خاصة والكلام ده لا ممكن ممكن نضغط على اليوتيوب دي انها تمنع الكلام ده عشان نحمي ولادنا واطفالنا ان احنا نعمل مش فيه لايك وفيه ديسلايك لما نعمل ديسلايك 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 لما لما نبعت ريبورتات في الناس دي تقوم اصلا اليوتيوب مدام هو حاجة تجارية يبقى برضو الضغط الشعبي هنا بقى الضغط الشعبي هينفع ضغطنا ده ضغط الميت مليون قصاد الاربع مليون اللي بيسمعوا الكلام العبيت لا مش كلام عبيت لا ده كلام كارسي ده كلام كارسي ففكروا كده تفكروا قبل ما 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 تدفعوا عن حاجة اعرفوا المعلومة كاملة شوفوا الصورة من اكتر من جهة وما تتصرعوش من انتو تقولوا ايه يعني هو يوقف بحال الناس فيه ناس لقيتها كتبة وناس ده كترة في الجامعة هو حقدين عليه عشان معاه فلوس هو حقدين عليهم عشان كذا ده له قاعدة شعبية بتأيده ده له قاعدة شعبية بتسنده هو ده الزوء ولازم نساند الزوء العام لا مش هو ده الزوء لا ده اقلية من الميت مليون لكن لكن هي اللي ظهر وهي اللي طلع وهي اللي هتبتدي تكريب عارفين كريب يعني ايه عارفين زي النملأ او العناكب لما يقعد يدب يعني عارف يدب على الارض مش يدب يعني يهبد لأ يمشي حتة حتة يمشي حتة 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 يتسلل فجأة هتلاقي هنلاقي ولادنا اللي في مدارس اللغات او في المدارس الاسلامية او اللي في المدارس الخاصة اللي بنتفعلوهم قد كده عشان يطلعوا ولاد كويسين هلاقي هو ده اللي بيتكلموا عنه هلاقي هو ده اللي هم بيسمعوه فقوضهم على التليفوناتهم اللي احنا شارينها لهم واللي احنا مدخلين لهم فيها الانترنت الموضوع مش سهل وانتو عارفين انا ستة بسيطة وبحب بسط كل حاجة لكن في نفس الوقت انا ستة عملية جدا واقعية وانا شايفة وقارية اللي ممكن يحصل في المستقبل واللي ممكن يؤثر علينا كلنا صباح الفل اه اروح بقى اشرب شب بالقهوة بتاعي واقرى شوية عشان البس واروح شوالي واشوفكم تاني ان شاء احلى حاجة صبح بنجان القهوة وكتاب يا سلام كده انا ايه مبسوطة خالص شفتوا بقى النهاردة المسج ايه يعني ستصبح ما يتؤمن به يعني لما نؤمن ان احنا هنكون ناجحين هنبقى ناجحين باذن الله لو ضغط فكرة ان احنا فشلة على دماغنا ما اعتقدش ان احنا هنقدر ننجح ابدا واحنا مقتنعين ان احنا فاشلين اشوفوا ايه افكاركم ايه اللي انتو بتؤمنوا بيه وغربلوا كده وشيلوا الافكار الوحشة اعملوا تنفيذة العيد في مخكم عشان نصبح ما نؤمن به تنفيذة العيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة